اتطلقت فعاليات الدورة الرابعة لندوة وهران رفيعة المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بفندوق الميرديان والتي ستدوم لثلاثة أيام متتالية بحضور وزراء خارجية دول إفريقية كاتشاد وأنغولا وبرئاسة ممثل الدبلوماسية الجزائرية رمطان العمامرة وسفراء دول أخرى ومبعوثين ومندوبين عن عدة هيئات إقليمية ودولية كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدولة العربية وبالإضافة للعمل الدائم والمستمر لهذه الندوة والمتمثل في التنسيق لتوحيد وجهات النظر وتحديث الاستراتيجيات مع الدول الثلاثة الممثلة للقارة السمراء في مجلس الأمن سفة أعضاء غير دائمين وهي مصر والسينيغال وأنغولا التي ستخري مكانها لصالح إثوبيا في جنوبي 2017 بهدف إسماء صوت واحد شرعي لإفريقيا في المحافر العالمية يرافع عن القارة جمعاء في القضايا التي تمسها مباشرة ستتناول كذلك هذه الدورة عدة قضايا أخرى لا تقل أهمية فرضتها جملة من التحديات والرهانات التي يعيشها العالم عموما وإفريقيا بالخصوص والمتعلقة بالإرهاب والتطرف بكل أشكاله وألوانه وملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية حيث سيسعى الساد الوزراء والسفراء وممثلوا مختلف الهيئات الإقليمية والدولية لوضع خارجة طريق واضحة المعالم لإسكاة الأسلحة في آفاق 2020